تشير الإحصاءات إلى أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في الصين 859.51 مليار إيوان بزيادة سنوية قدرها 19.6% وذلك على أساس زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 6.2% في العام الماضي بالإضافة إلى ذلك في نفس الفترة زاد الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في 21 منطقة تجارة حرة تجربية وميناء هاينان للتجارة الحرة بنسبة 31.9% و386% على التوالي على أساس سنوي وشكلت بكينو خمس مناطق تجربية أخرى لتوسيع صناعة الخدمات 34.1% من الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات في جميع أنحاء البلاد كما زاد الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في مناطق التنمية الاقتصادية الوطنية بنسبة 20.7% على أساس سنوي